والسؤال هل في أمر معين في حياتك تعتبره قد مات على فكرة في زكريا أبو يحنى وألي صباط الملاك جاء وقال له لأن طلبتك كتشمعت كتشمعت أنا اختيار عجوز متأخر في سنين وزوجتي اختيار عجوزك بالعمر وكمان عاقر فوق ما أنه هي عجوز وإزاي يعني كيف هذا الأمر هل تعتبر أمر في حياتك مات يعني بيتكلم عن إبراهيم وهو ممات يعني آمنة بالذي يحيي الموتة ويدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة هنا رسالة الرجاء أحبائي في رسالة شبيهة مثل هذه الرسالة في نبوة حسقيال إصحاح 37 شعب القديم عم بقول يقولون يبست عظامنا هلك رجاؤنا قد انقطعنا لأنه ما بيتكلم تنبع على هذه العظام اليابسة يابسة جدا يعني ما فيش رجاء خلاص مستحيل لكن الله قال ها أنا ذا أفتح قبوركم وأصعدكم من قبوركم ما فيه مستحيل على الله لأنه تعين ابن الله بالقيامة إن كان روح الذي أقام يسوع المسيح من الأموات ساكنا فيكم بيقول سيحيي أجسادكم المائتة إن كان أحد ليس له روح المسيح بيتكلم عن أجسادكم المائتة كورونتوس 15 الأولى 15 آية 53 الروح القدس هو عربون القيام وفداء الجسد في بطرس الأولى يقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بالقيامة من الأموات بيسوع المسيح فإذن فيه رجاء بقيامة يسوع المسيح وحقيقة في أي مكان بيحضر فيه الرب يسوع المسيح فيه قيامه يعني بقول كنا أموات بالذنوب والخطايا بيستمر يقول أقامكم معه وأجلسكم في السمويات على فكرة لم يكن مثل ما البعض بيدعي لم يكن لعازر بحالة إغماء أو إعياء لأن الكتاب يقول أنتا وشهود كثيرون أربعة أيام وإيمان مرثة كان شرط لرؤية مجد الله عندما صرخ بصوت عظيم لعازر هلما خارجا وحين يسمع جميع الذين في القبور صوته نشكر الله أنه سمى العازر على فكرة جبل الزيتون هو جبل المقابر لما بتوقف على رأس الجبل بتضلك كل لنزول اللوادي قدرون لحديت الصور الحائط اللي فيه البواب الذهبية أو البواب الشرقية بتبتدأ بمقابر اليهود على الجبل مقابر المسيحيين في وادي قدرون ومقابر المسلمين يعني بالمقابل عند صور أورشاليم فكل هذه المقابر يعني ذكر اسم ألي عازر بالتحديد في هذا المكان وإلا أقام كل الأموات في هذه المنطقة اشتركوا في القناة